اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي اكامل تطلع علي الدالة الاصلية احط الرمز اللي عندي هنا وهو رمز التعويض عن قيم التكامل من اي الى بي يساوي واروح في الدالة الاصلية اول مرة لازم اعوب عن القيمة اللي في الاعلى اللي هي بي في الدالة الاصلية ناقص القيمة اللي في الاسفل في الدالة الاصلية وبذيه وهو رمز التكامل المحدد حساب التكامل المحدد لكثيرات الحدود ناخذ المثال اللي عندي احسب قيمة التكامل التالي تكامل من واحد الى ثلاثة للاكس تربيع دي اكس اي اقول يساوي طبعا انا باخذ الاص اثنين باجمع معا واحد بيصير اص ثلاثة ودائما الاص اللي عندي ارجع اقسم الاس تكعيب هنا على ثلاثة باي احط مدام عندي الفترة من واحد الى ثلاثة وهذي هو التكامل المحدد فاي احط الرمز اللي عندي هنا عشان اوضح ان انا بعوض من الواحد الى الثلاثة باقول يساوي في هذه الدالة الاصلية اللي انا كتبتها مرة بعوض في البداية عن القيمة اللي في الاعلى اللي هي ثلاثة فبتصير ثلاثة تكعيب على ثلاثة ناقص دائما احط ناقص بعدين اشيل الواحد وعوض عنها في الدالة الاصلية فتصير واحد تكعيب على ثلاثة فيصير عندي يساوي 26 على ثلاثة لان عندي ثلاثة تكعيب هي 27 على ثلاثة ناقص واحد تكعيب اللي هو واحد على ثلاثة فيطلع الناتج اللي عندي ستة وعشرين على ثلاثة وبذي الشكل أنا خلصت من المثال اللي عندي حين بأي أخذ الخواص اللي عندي لهذه الدرس إذا وجد عدد حقيقي سي حيث سي تنتمي إلى الفترة من اي إلى بي الفترة المغلقة وكانت الدالة اف قابلة للتكامل على كل من سي إلى بي والفترة اي إلى سي فإنه يقول لي إذا كان عندي التكامل من اي إلى بي اف اكس دي اكس يساوي بايقسم هذه الفترة بأخذ نقطة بين الفترة اي و بي اللي هي سي لأنه قد في البداية أنها تنتمي إلى هذه الفترة فبايق أجزء هذه التكامل فبقول أول شيء من اي إلى سي لأن النقطة اللي بأخذها السي العدد اللي بأخذها يكون في وسط هذه الفترة فبقول من اي إلى سي اف اكس دي اكس بعدين زائد من سي إلى بي اف اكس دي اكس ناخذ الخاصية الثانية اي بي تكامل اي إلى بي اف اكس دي اكس يساوي لما أعكس الفترة اللي عندي يعني بأحط من بي إلى اي بأعكسهم فلازم في البداية أحط إشارة السالب فبقول سالب تكامل من بي إلى اي اف اف اكس دي اكس خاصية الثالثة يقول لي لما عندي حدود التكامل من اي إلى اي يعني نفس النقطة اف اف اكس دي اكس دائما ذي التكامل كامل بيساوي لي الصفر ايا اشوف هذه المثال احسب قيمة وعطاني تكامل من سالب واحد إلى اثنين لأربعة اكس تكعيب زائد ثلاثة اكس تربيع زائد اثنين اكس دي اكس بقول يساوي بلاحظ معاكم اهني ان انا نزلت العدد الثابت اللي هو اربعة خذيت الاس تكعيب جمعت معا واحد فصار اس اربعة ودائما نفس الاس انا اقسم الاربع اكس اس اربعة على اربعة ايا نزل الزائد الثلاث اللي هو العدد الثابت بنازله ايا اقول تكامل اكس تربيع اهو بجمع مع الاس واحد فيصر اس تكعيب على ثلاثة زائد اثنين بنزلها اللي هو العدد الثابت اكس هني اس هو واحد فلما اجمع واحد زائد واحد يعطيني اس اثنين فاقسم على اثنين بعدين ايا حاط حدود التكامل الرمز اللي عندي بعد ما كاملت اللي هو من سالب واحد إلى اثنين فباي اول خطوة بسويها باي اشوف لما يكون عندي في اختصارات في الحدود اللي عندي الحد الاول اربعة مع اربعة يعطيني اكس اوس اربعة زائد ثلاثة مع الثلاثة بيبقى لي اكس تكعيب زائد الاثنين بتروح مع الاثنين بيبقى لي اكس تربيع الحين يعوض عن حدود التكامل الخطوة الاولى بعوض عن الاثنين لانها في الاعلى القيمة اللي في الاعلى فباي اشيل كل اكس واحط اثنين بيصر عندي هذنين وس أربعة زائد هذنين وس ثلاثة زائد اثنين تربيع ناقص اه يعوض عن القيمة اللي في الأسفل فبيصر عندي سالب واحد وس أربعة زائد سالب واحد وثلاثة زائد سالب واحد تربيع أقول يساوي 2 أس أربعة 16 2 أس ثلاثة ثمانية 2 تربيع يعطيني أربعة ناقص سالب واحد أس أربعة يعطيني واحد سالب واحد أس ثلاثة يعطيني سالب واحد وسالب واحد تربيع بيعطيني واحد أقول يساوي كامل بيطلع عندي 27 وبذي الشكل أنا انتهيت من حساب هذه التكامل اللي عندي أنتقل إلى حساب التكامل المحدد بس لدوال كثيرات الحدود أيا أشوف معاكم هذه السؤال أحسب قيمة التكامل من صفر إلى باي على اثنين لكوساين تكعيب دي أكس أقول يساوي باي أقول أنه عندي كوساين تكعيب أقدر أقول هي عبارة عن كوساين في كوساين تربيع لأن الكوساين أسه واحد وكوساين تربيع أسه اثنين فلما رجعها للدالة الأصلية تعطيني أكس تكعيب بعدين أقول يساوي التكامل كوساين أنزلها نفس ما هي أقول كوساين تربيع هي تساوي واحد ناقص ساين تربيع أي أوزع في الخطوة اللي بعدها الكوساين فيعطيني كوساين في واحد كوساين وكوساين في ساين تربيع يعطيني كوساين ساين تربيع دي أكس أنا ليه حتى الحين قاعدة أرتب التكامل اللي عندي ولم أجد أو أحسب هذه التكامل إلى الآن بعدين أقول يساوي الحين بديت أحسب التكامل أنا عارف من الدرس السابق أن التكامل لكوساين هو ساين بعدين أقول ناقص بلاحظة هنا عندي كوساين في ساين تربيع ساين تربيع هذي لما أقول الساين مشتقتها كوساين معناته أنا ما أخذ في الدروس السابقة لما يكون عندي دالة ومشتقتها أخذ الدالة وأخذ الأصلها وأجمعها مع واحد فيصر أصل ثلاثة على ثلاثة أحط حدود التكامل الرمز لها بعد ما أنا كاملت من صفر إلى باي على اثنين أقول بعدين يساوي أول مرة بعوض عن كل إكس باي على اثنين فيعطيني ساين باي على اثنين ناقص ساين تكعيب باي على اثنين على ثلاثة ناقص هذه لما أنا عوض بحدود التكامل لازم بينهم ناقص أعوض بالقيمة اللي في الأسفل فيعطيني ساين الصفر ناقص ساين تكعيب للصفر على ثلاثة يساوي هنا ساين باي على اثنين هي بواحد وساين باي على اثنين تكعيب هي بواحد فأحط واحد ناقص واحد على ثلاثة أنزل الناقص بعدين ساين الصفر بصفر وساين الصفر تكعيب بصفر على ثلاثة بصفر فأحط صفر ناقص صفر بعدين أقول يساوي اثنين على ثلاثة وبذي الشكل أنا خلصت من حساب هذه القيمة للدالة المثلثية وانتقل إلى مثال آخر هي أقول إذا كانت بي تنتمي إلى الفترة المغلقة من صفر إلى باي على اثنين وعندي هذه التكامل من باي على ستة إلى بي سيكن تربيع اكس تان اكس دي اكس يساوي أربعة على ثلاثة يعني عندي بي التكامل كامل يساوي أربعة على ثلاثة فأوجدي قيمة البي آي الخطوة الأولى بيقول أن سيكن تربيع هي عبارة عن سيكن في سيكن فأنا حطيتهم سيكن في سيكن خذيت السيكن والتان وحطيتهم في قوس مع بعض وأقول يساوي أربعة على ثلاثة أسمع طاني في السؤال بعدين آي أقول عندي هنا السيكن مشتقتها في الخطوة اللي قابل هذه الدالة سيكن المشتقة لها سيكن اكس تان اكس يعني دالة في مشتقتها فقط آخذ الدالة سيكن اكس أسهل أنه واحد أجمع معه واحد فيعطيني تربيع وإحنا قلنا أي شيء أسوي في الأوس أقسم عليه فأنا قسمت هنا على ثلاثة فطلعت هي واحد على ثلاثة سيكن تربيع اكس حطيت حدود التكامل لأنه أنا كاملتهني فبقول من باي على ستة إلى البي يساوي ثلاثة على أربعة خطوة اللي بعدها باي أشوف عندي السيكن تربيع اكس بعوض أول شيء بالبي بعدين آي أحط ناقص لأننا احنا قلنا في التكامل محدد أحط بينهم ناقص لما آي أعوض سيكن تربيع باي على ستة الخطوة اللي بعدها باي أقول يساوي سيكن تربيع باي ناقص أربعة على ثلاثة يساوي ثبانية على ثلاثة ليش؟ لأنه هنا النص وديتها الطرف الثاني بالضرب فبيصير ضرب بثنين فبتصير أربعة في ثنين يعطيني ثمانية على ثلاثة علينا أقول يساوي سيكن تربيع باي أنا أزلها سالب أربعة على ثلاثة أوديها الطرف الثاني بيصير موجب 4 على 3 فبيصير 8 على 3 زائد 4 على 3 يعطيني 12 على 3 من شذي أنا حطيت يساوي 4 البعدة أيقول سيكن تربيع البي هي عبارة عن 1 على كسين تربيع البي فأنا بيقول تساوي 1 على 4 لذلك سيكن تربيع البي هي عبارة عن 1 على كسين تربيع البي يساوي 4 لما أقلب الطرفين فبيعطيني عندي كسين تربيع البي يساوي 1 على 4 أيقول كسين البي تساوي نص ليش؟ لأن أنا خذيت الجذر التربيعي للطرفين الحين بي تساوي بي على 3 أشنون أنا يبتأ؟ أيقول مدام بي هي زاوية فأنا أطلع الزاوية من شفت الكسين للنص فبيطلع علي القيمة باي على ثلاثة وهي القيمة اللي موجودة بين الصفر والباي على اثنين وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال وأوجد قيمة البي وفي النهاية شكرا لحسن استماعك ونرجو للجميع النجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر